الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وسحبه ومن واله نكي إن شاء الله إن حلقت لي رقم ثلاثة وللقابون إن شاء الله أسرته صلى الله عليه وسلم أما أسرته صلى الله عليه وسلم فتعرف بالأسرة الهاشمية نصبه إلى جده الثاني هاشم وقد ورث هاشم من مناسب قصيد السقاية والرفادة ثم ورثهما أخوه المطلب ثم أولاد هاشم إلى أن جاء الإسلام وهو على ذلك وكان هاشم أعظم أهل زمانه كان يهشم الخبز أي فتته في اللحم فيجعله ثريدا ثم يتركه يأكل الناس فلقبا بهاشم وأسمه عمرو وهو الذي سنى الرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وكان يعرف بسيد البطحاء النبي صلى الله عليه وسلم أسرتني ذي من عائلة تعرف بالأسرة الهاشمية فلاندو كوينكم مثلاً على سبيل المثال كلبو كوينكم مثلاً برهمو كوينكم مثلاً فلاندو كوينكم مثلاً بالشكل ده ما هاشمو كو يستنرقونه أسرة نيو عائلة نيو عشية نيو أسرة نيو صلى الله عليه وسلم نصبه إلى جدي ونسمني ذا نسبة يدى يكثين هاشم وقد امرح شابه成 كفل العادة وقد ورث هاشم من المناسبة القصيد حيث ي Nebr 확 Balance في القصيد Sick se some ways so are got children حيث تعرفًا يène everyone وورثهم لأتروه من مطلب هناك مثلاً هاشم تم ترغيس للحافظ ثم أولاد هاشم سما أولاد هاشم إلى أن جاء الإسلام إسلام أنت رازق سقايا وفادة ومفاتح أن جاء الإسلام وهو وهم على ذلك وكان هاشم أعظم أهل زماني إنسان يعني وجه واسستق خيره تكياق رقوهني زماني كان يهشم الخبز خبزي فتطول للمرقوخ العيش يجعله ثريد ثريد يستق خبزي سخيدي العيش تمام خبزي تمام طرقه بينهم مسخي الحضارين إنسان أجمل أكل أحسن نبرا أحسن قناة رقوخ ثريد يستق ثم يتركه يأكله الناس إنسان أدام انترود وانترود فلوقبه به هاشم هاشم نيسون نيسون أغلاني هاشم نيسون نحل نخبزي نعيش وهو اللذي سنة الرحلتين من يقول لهم يقول لهم لهم يحلسي ترسيق نسون نتنيسيق رحلة الشتاء والسيف الرحلة الشتاء تلك يمن أخراج فرونون وغنق قريش نعرب مكيلد معناها شتاء خاصانك كشوانوز ومكتك يمن أخراج فرونون وغنق والرحلة الثانية ورحلة إنه يحلسي شام أخراج وكان يعرف بسيد البطحاء ومن حديثي أنه مر بيثرب وهو في طريق تجارته إلى الشام فتزوج سلمة بنت عمرو من بن عدي بن النجار وأقام عندها فترة ثم مضى إلى الشام وهي حامل فمات بغزة من أرض فلسطين وولدت سلمة ابنا بالمدينة سمته شيبة لشيب في رأسه ونشأ هذا الطفل بين أخواله في المدينة ولم يعلم به أعمامه بمكة حتى بلق نحو سبع سنين أو ثمانية سنين ثم علم به عمه المطلب فذهب به إلى مكة فلما رآه الناس ظنوه عبده فقالوا عبد المطلب ظنه عبده فقالوا عبد المطلب فاشتهر بذلك فاشتهر بذلك وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم قدراء وقد شرف في زمانه شرفا لم يبلغه أحد كان سيد قريش وصاحب عير وصاحب عير مكة شريفا مطاعا جوادا يسمى بالفياد لسخائه كان يرفع من مائدته للمساكين والوحوش والطيور وكان يلقب بمدعم الناس في السهل والوحوش والطيور في رؤوس الجبال وقد تشرف بحفر بئر زمزم على أن كان قد درسها جرهم عند جلائهم عن مكة وكان قد أمر بحفرها في المنام ووصف له ودعها مودعها فيه ومن حديثي أنه مرة يثرب يثرب المدينة المنورة نرد فرونسك هو في الطريق تجارته إلى الشام الشام أحرازك فرونسك نيل أخينا كخانتيق لا يريسر ما بنت عمر بن حدي بن النجار يسترري نيقوني نين هاشم وأقام عندها فترة أيام قال سيخ نردي ثم مدى إلى الشام وهي حامل نريال نوكد نيل ياروخ الله ما قد أسيتي حنت أسيتي ما قد أسيتي وانترونسك بارولا فرخ فمات بقزة من أرض فلسطين نقزة ننبردنا فلسطين تل نرتلا كرغندرة ولدت سلمة ابنا بالمدينة سمته شايبة أخو عرتي نغرني سو نغرن له شايبة لشايبة في رأسه شايبة سمه نغرن له شايبة أكرا معنا أكرا أخوار لورقوه وليوالو وما نسبت شايبة سمستو في رأسه لشايبة في رأسه أكرا معنا دقن شايبة ونشأ هذا الطفل بين أخواله في المدينة المنورة ولم يعلم به أعمامه نيكل قريغ أنه بواسن بنيكو كخانت بأعمامه حتى بلق نحو سبعة سنين أو ثماني سنين لن التأمر سوى التأمر أخاسانك ثم علم به عمه المطلب فذهب به إلى مكة نيقرد وإنما طلب يستغل وإنما دخل أمه فلما رأاه الناس ظنوه عبده نيقنشينا نيقبر ببنول الرقنق ما عبد المنطلب سنقله فاشتهر بذلك وكان عبد المنطلب أوسم الناس أجمل الناس كان جميل ووجيه ومرتب وعظيم قدر وزا ما كان شرف الرقوح وكامر الرقوح كان سيد قريش وصاحب عير مكة شريفا مطاعا جوادا يسمى بالفياد يعني مرة أو أن ترقوح وما ترقوح أواتفاياد ينلقونه لسخائه كريم الرقوح أو أن ترقوح طقائر الرقوح كان يرفع من الماعدة نيين نبريلد الحمد لله نيين نبريلد مخريك مساكن رقوح ونبراك أولو وحوش در آآ انكدنود عفات كدنود وكد قاليس 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 وصاحب فكان يلاقب بمطعم الناس في السهل سقاط برور لير وحوش وطيور في روس الجبال برور لير وحوش وطيور ورقوح قاليس جاكالسير نه هوام نه آفات نه وحوش كدنود نه قيس ورقوح ما نصب مدعم الناس في السهل والوحوش والطيور في روس الجبال وقد تشرف بحبر بي زمزم عبد المنطلب نشرف نشرف أبا زمزم تريد بعد أن كان قدسها جرهم عند جلائهم عن مكة قبيرة نتنو يعني نه 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 عبد المنطلب وكان قد أمر بحفرها في المنام نه 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 قالوا أن آآ 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 ووصفه له ما ودعا ما ودعا فيه إن كان صاحب ورنغ لغ نه ورق كان فرق ما حنفل يستوها قدو إن آآ آآ وفي أحده وقعت حادث التلفيل جاء آآ أبره الأشرم يندي من الأحباش إبنين نان موضوع قدو زيادة أن عبد المنطلب وكذل حصل لهم نه موضوع عبد المنطلب وقتل آآ نين برضو أني زمن لي حادث يسترح حادث التلفيل حصلت قرآن لي وعس نه كون ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نه نين آآ آآ بلين دوريش تهن حرماز حرماز ما يرغن له شريزي بلين دا وريس تهن كان دو قدم لكن سورة لمبوك ممكن إن شاء الله وانقر دمن وراج ألي الله وفي عادي وقعت حز التلفيل جاء أبرها الأشرم من اليمني بستين ألف بستين ألف جندي من الأحباش والترن السحدي عسكرية الجنود يمن أبرها الأشرم آآ نها داشك ليقن ومعه بعد الفيالة ومعه بعد الفيالة نحرمز نالد القرخ نيدي ليهدم الكعبة فلما وصل إلى وادي محصر بين مزدلفة وميناء يا سلام إن أكان نهان حجي قدام إن قام نوديبا من هذه مزدلفة المباتي أي واحد حجي ياخب إن أكان مثلا وعالدو الله ليهدم الكعبة فلما وصل إلى وادي محصر بين مزدلفة وميناء وتهيأ للهجوم على مكة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول وكان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه سلام بأقل من شهرين نعم نقاب نين قاب مرة تأريخ من ولي نسيرة النبي صلى الله عليه وعلي سلام بالمن عزب شنور الله واسل قرأ الله قريب حقاة تأمير مباو ديبا نقاب رحل عشر يمن لدي أرقوني يمن تريد أن داشكل لي ونقاب ونقاب أرقونه نيد قد أن حرام نهدف عبس هدمر الله يعني اكان هم باك ودك سنة حدار سنة مباك نان ودك سنة جنب الدبطة كده عقفارك ابو نان اي انسان حاج فراق وعال دولة غراسك عان يلاوت وعالخن لو غريو غارول لمنوك اي انسان حاج داق وعالخن لو نوادنين بين مزدلفة ومينة مزدلفة قايقني ومونة قايقني هم باكونا اكانين واذي محصر بين مزدلفة ومينة يعني مندقين سنة نان كبارير نكبريرا نشيرا اخرون باكونا قدامنا بالنكافي واناوك ديبونا نقرير منقلقين ان اكانين منذي مزدلفة ديل منقلقين باكونا وادنين ان اكانين يلقايا سنة شوية سرعة سيخ وانا قدامنا قاند شوية داقو كلهم واذي محصر المزدلفة منه وتهيئة للهجوم على مكة خلاص ندنبي نا اكانين ندنب مكة انا جنجابل بلا ندنة ديسي اكان كابتنا مكة ندنبك مكتونة ونمهجوم اصير جربو الله سبحانه وسعلا على يعني ارسل عليهم طيرا ابابيل الله سبحانه وتعالى نيم قدرة الله القادر جكل ان شاء الله قولهم كرندي طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعالهم كعس فيما اقول تمام سينا حرمز دي نا اتراو دي نا قريو دي نازك واناوسي نيس نهابه تمام سي دمروا قلهم الله سبحانه وتعالى من خطط ابرها الاشراء مخصي نهابه جار فشل دي نا وكتنينها النبي صلى الله عليه وسلم اخوار سالقل جاب لانا اربط جن اخوار سوف انها عام الفيرس اما انها عام الفيرس اما انها عام الفيرس اما انها اما مولده صلى الله عليه وسلم اما والده اما والده صلى الله عليه وسلم عبدالله فكان احسن اولاد عبدالمنطلب واعفهم واعفهم اما والده عبدالله فكان احسن اولاد عبدالمنطلب عبدالمنطلب ني انجن ما ناقصي نخن بنان هاشم بنان عبدالمنطلب مدينة لقو خارسو ما اا نيغر المطلب دنتو وما انت سنك ناخ 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 رقو كما الله سبحانه وتعالى اما ابا زمدان تريتز شرف وقلو كدو اني وكتلي انها عدسة الفير حسن دارقن كدو اما والده صلى الله عليه وسلم هو عبدالله فكان احسن اولاد عبدالمنطلب واعفهم واحبهم اليه وهو الذبيح وذلك ان عبدالمنطلب لما حفر بارزمزم وبدت اثارها نازعته قرش فنذر لان اطاه الله عشرة ابناء وبالقوا ان يمنعوه ليذبحن احدهم فلما تم له ذلك اقرع بين اولاده فوقعت القرعة على عبدالله فذهب الى الكعبة ليذبحه فمنعته قريش ولا سيما اخوانه واخواله ففضاه بمئة من الابل ففضاه بمئة من الابل نقاب نين كدو زيادة نشعر انا نشي اخوذي او نكتاب نين درستنا ففضاه بمئة من الابل فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين اسماعيل عليه السلام وعبدالله وابن المفديين فضى اسماعيل عليه السلام بكبش وفضى الله عبدالله بمئة من الابل واختار عبدالمنطلب لابنه عبدالله امنة بنت وهب وكانت افضل النساء قريش شرفا ومودعا وكان ابوها وهب بن سيد بن الذهرة نسبا وشرفا فتمت الخطبة والزواج وبنا بها عبدالله بمكة فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فترة ارسله عبدالمنطلب الى المدينة او الشام في تجارة فتوفي بالمدينة راجعا من الشام ودفن في دار النابق الذبياني وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم على الاساح نين نيخرق عبدالله طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله بس النبي صلى الله عليه وسلم على والده نينيخرق تلقى منو نينيخر عبدالله فكان احسن اولاد عبدالمنطلب احسن لقوني نعيالي وعافهم كان عفيف وهو الذبيح وذلك ان عبدالمنطلب لما حفر بإزام عبدالمنطلب نرؤية نيخ جار كوال ان عبد حنفلا سنك وذلك اثار بو قريش نازح دونه لنمشاكل لقيرة السيناء دونه من الدون دي سحاول نغضيبه اما يخ فنذر لان اطاه الله عشر ابناء يعني نذر اسيخ جار وانلو الشكاة يعني وانلو قراءة والولاد وانلو لا نقصبها الاخرين ان شاء الله يخ وبالقوا ان يمنعوه ليذبحنا حدهم فلما تم لو ذلك اقرع بينهم جار وولدا بإمانني مراته ومسانك نذرني اسأل رقاك انه نيخ نشكات لد قرعة اسيخ وطل فروغن نمو دعنين نيها عبد اللهي تلفيوه عبد اللهي نيخ رقن النبي صلى الله عليه وسلم اما براخلول يا سانك نيشانر قابنوخ نيقر قابنوخ براخل قابتنوخ براخل قلوه اندرك عبد الله فرسانك اما ليخ جميل لد ليخ جميلة براخوخ ما فداء اخو مانا ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين وابن المفديين ابن الذبيحين مانا اسماعيل براخلول جاربونسك الله سبحانه وتعالك كبش نعصه وقلو حق لي ما انبقى براخصه ناها النبي صلى الله عليه وسلم قدو نيخر براخلول جاربونسك عبد اللهي نا ليخ اخو نقدم بي اختار عبد المنطلب لابن عبد الله امنة بنتها اخينا اخينا امنة بنتها بفتتي وكانت افضل نساء قريش شرفا وموضعا وكان ابوها كذلك سيد قريش نسبا وشرفا وتمت الخطبة الخطبة والزواج وتوالك وبنا بها عبد الله بمكة فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم اخينا اخينا ادعى فتوفى بالمدينة المنورة راجعا من الشام اه عفوا اه انا اخينا فرد الله نجم فراغ شام اخراسك فتوفى بالمدينة راجعا من الشام ودفن في دار النابقة الذبياني وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم عن الاصح النبي صلى الله عليه وسلم نيخر تجارة فردانونسك مدينة مناورة الكراه النابقة الذبياني استخف شعر الاصطط وقريش اركما وكان الوفيسو اندراها دفنص النبي صلى الله عليه وسلم انشاء الله ندن مني هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم